نقدر الزمالك انه هو كفريق كبير انه هو يروح يفوس فوس كبير على دريمز بثلاثية طبعا المواجهات اكيد هتبقى صعبة قضام نهضة بركان انت بتكلم على فرقة محترمة فرقة كبيرة فرقة قوية معها مدير فني معين الشعباني مدير فني قدير ومحترم اكيد عارف كل حاجة عن نادي الزمالك فالمباراية ديت هتبقى صعبة وفي نفس الوقت خلينا نقول بتكلم بصراحة مفيش مانع من اوقات بعض اللعب التجاري خصوصا مع ضغط المباريات اللي بتتلعب وخلينا نتكلم بكل امان اوعى حد يقول لي ان الناس سواء جهاز او لعيبة او ما عندوش جزء ولو بسيط من تفكيره في المواجهات المهمة اللي هتتلعب في نهائيات البطولات الافريقية وهنا انا بتكلم سواء على النادي الاهلي ومواجهة التراجي او على نادي الزمالك ومواجهة نهضة بركان ده ده شوط كبير ومشوط مشوار كبير اوي اللعيبة اخدته بالاجهزة الفنية لحد ما وصلت ليه المباراة انها ايه وبالتالي بيبقى فيه تفكير بيبقى فيه قلقة بيبقى فيه خوف خوف من الاجهات خوف من الاصابات لان في الاول وفي الاخر دي بطولة كبيرة بتبقى للنادي الزمالك وللنادي الاهلي وفي نفس الوقت لمصر انما الزمالك استحق النهاردة الفوز لا الزمالك استحق الفوز والبنك الاهلي زي ما بقول لحضرتك الاخطاء الساسجة هي الوراء حصارة فريق البنك الاهلي طيب احنا برضو من ضمن المباريات طبعا في نفس التوقيت زي ما قلنا كان فيه مباراة طلاق الجيش مع مودرن فيوتشر مباراة يعني تتباحها تحس ان هي المباراة من اولها لاخرها راحة في سكة التعادل فرقتين فرقتين كويسين الفرقتين قريبين من بعض فيه حاجات كتير ده عنده العيبة كويسة ومجتهدة ده عنده العيبة كويسة ومجتهدة ده موقفه مأمنه بشكل كبير ده موقفه مأمنه بشكل كبير هجوميا يمكن حتى الفرقتين هجوميا يمكن مش مش احسن حاجة